مش هسترم الفلوس إلى ما تغيروا لي 50 جنيا المعتوعة دي إيه دا إيه دا إيه دا إيه دي حاسن بي حضرتك والله إحنا ماяниاش فلوس ودأ أول يوم شغل إلينا ممكن حضرتك تغيرها من أي بنزينة هافرض إني البنزينة ما إرضيتش تقودها اشتري البنزينة اشتري البنزينة وغير الـ 50 جنيه ور注ع باجها تاني هتكسب فيك مقولك إيه؟ مش هتقومش من قناء إغلا failed لما تغيروا لي 50 جنيه دي وإلا تكتبولي وصل أمانة لا وصل إيه كفاية كفاية لأنا مضيين وده إحنا مضيين قد كده علينا الله يرضى عليك قلب نفسك في 50 جنيه قلب نفسك خلص ما عايش فلوس ده الملياردين النتن ده ده بتاع سمع لها سمع لها لا ده بتاعه هو أول مرة أشوف فأنا متفاجئ أم كده الأغنية كده كده 17 جنيه تقريب وأنا كان معايا يعني دول تسعة واربعين فالشعب خدها باشا تسعة واربعين هم تسعة واربعين جنيه ده يلا بطا كده حلوه أبا نا أس جنيه إيه ده ما احنا بنقول لحضرتك تسعة واربعين ما احنا عارفين نا هو نا أس جنيه ما عليش مشيه عليك مشكلتك انت وامثالك من الهاموش والهنافيت اللي زيكم بيتصوروا ان الخمسين جنيه مش مهمة بالنسبة لنا مش قلتين تفهموا ان طبيعة الكون لا يمكن أبدا تديكم الفرصة انكم تفسدوا علينا حياتنا أنا عايز الباقي بتاعي الباقي ايه هو فاضي الجنيه الجنيه ده مش يفرق في صروة حضرتك حاجة احنا واخدين الموضوع بضحك انت ايه بتتكلم بجد ولا ايه أنا عايز الباقي بتاعي حضرتك تاخد بالباقي الباقي خد خد بالباقي حد معيك مش تكابريد معيش خد اوه قدي الباقي اوه هات الباقي بتاع الجنيه طب هنجيب للجنيه هن معناش جنيه طيب استنوا أنا اللي فهم جمعهم اهو يا ما انت كريم يا رب قدي جنيه فلوسك هارماش كريم يا رب الحمد لله ممكن تجيب لخمسين جنيه بقى بتاعي لنا أنا هغيرها من بنزينة خد هاي في للغزنة اللي أنا مش يفت يا رب توفظ ظهرك نفيش والله يا شو كل تمام امدلنا بقى حضرتك على واصل ده واصل استلام الخمسة مليون جنيه حلو اللي بقى بتشدق قوي ايوة ايوة في الحتة دي مدرك يا نقيم دي ايوة ايوة لأ هنا ايوة في الحتة دي في الحتة هو بيبش مبوشو لباصمة العين تقريبا لأ عين ايه دي يا راحجة لو سمحتوا حسن بيه حسن بيه حسن بيه حسن باشر مش وقت نم أبدا ايه دي يعني معناها ايه دي 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 معناها مات مات؟ يعني ايه راغ المات؟